الامام بالمسيح يستلزم إدراك لمهية المسيح سي إس لويس ليه تعبير رائع قال الناس اللي بتوقفوا قدام المسيح يأما يوقفوا قدام شخص مختل عقليا لأنه بيقول أنا إله إما أن يكون شخص صادق وعليا دايما الاختيار ما بين صدق المسيح أو اعتقادي أنه شخص مجنون ولكن لما بتشوف مدى التأثير الأخلاقي بتاع حياة المسيح مدى الاتصاق الأخلاقي ما بين اللي بيقوله اللي هو عايشه مدى تأثيره في الناس اللي حواليه مدى تغييره في المجتمع اللي هو عاش فيه مدى تأثيره عبر العصور مش ممكن ينتج هذا التأثير المشاعة عبر العصور من شخص مختل ذهنيا أو مختل عقليا فما بقاش قدامي خيار تاني غير أن يكون المسيح هو إله فما فيش منطقة رمضية ما فيش منطقة في الوسط الإيمان هو تحدي أن تؤمن أن المسيح إله أو تؤمن أن هذا الشخص مختل لأنه قال كلام لا يمكن أن يقبله عقل إذا كان هذا الشخص متصق مع نفسه أخلاقيا ومتصق مع اللي بيقوله أخلاقيا ومتصق مع تأثيره عبر العصور وبنشوف تأثير الكلمات بتاعته عبر العصور في تغيير البشر ده معنى أن هذا الشخص هو مش إنسان طبيعي أو مش إنسان عادي أو بالتأكيد إله وتكلفة ده هو التبعية التبعية يعني طاعة مش مجرد أن أنا أمنت أن المسيح هو الإله هو المخلص طب وبعدين ده فورة إيمان أو لحظة إيمان أو أنت عاشت إيمان ولكن مسيرة الإيمان بتحدياتها هي اللي بتقول أن هذه الحياة هي حياة إيمان وأن أنا بس عدت على بعض المحطات اللي انت عاش فيها إيماني اللي النعمة اشتغلت فيها معايا فأنا استجبت لها وبعد كده ارتديت تاني إلى مرحلة عدم الإيمان أو الابتعاد عن الإيمان في كتبة اسمها الكتبة دي بتقول الإيمان يدربنا أن نتحدث بكلمات الحق النابعة من الحب وإن كلفنا ذلك المناصب والعلاقات دايما في تحدي كل موقف وكل اختيار باختاره ده بيحطيني في تحدي التحدي هو أننا أخسر شيء في مقابل أن أنا أخسر شيء أو أكسب شيء في مقابل أن أكسب شيء أخسر المناصب أو أخسر المسيح أكسب المسيح أكسب المسيح أو أكسب المناصب أكسب الردى اللي حوالي أو أكسب المسيح فهو ده التحدي دي الجدالية الدائمة كل خطة ضغطوها في مسيرة الإيمان هي فيها حسبة ربح وخسارة وده اللي قاله بوليس الرسول ليه الحياة؟ هي المسيح وكتبوا الحياة لأنت كنت تعيشها أحسبها نفاية أحسبها خسارة فالمعادلة بتاعت الإيمان لازم فيه حاجة بتفقد وحاجة بتكتسم لازم يكون توجه الحياة نحو الله بشكل كبير جدا علشان أقيم ما أربحه وما أخسره في إطار مسيرتي وفي إطار تطلعي النهائي هل هو تطلع مرتبط بما هو زمني ما هو أرضي ما هو محسوس ما هو للزتي ما هو للشبعي الشخصي وإلا هو مرتبط بحياة وبكينون وبوجود أعظم وأكبر من ده كله الوعي الجديد يكشف لي من أنا الإيمان مكلف ولكن التكلفة بتاعته أنا مش بتفعها الوحدي يعني أنا لسته مطروكا لشان نسبة التسنكيشن الموضوع صعب ومجهد طبعا هو صعب ومجهد ومؤلم ولكن برفقة المسيح برفقة نعمته اللي بتقف معايا كل يوم اللي بتسنيني كل يوم واللي بتجدد أشراقتها كل يوم ده بيخلي الإيمان إمكانية وإمكانية يمكن أن يحققها أبسط الأشخاص وأقلهم في المواهد وأقلهم في الإمكانيات زي أعظم الأشخاص وأكثرهم فكرا وأكثرهم ملكات يقدر يحيى بيها في الحياة الإيمان فعل شخصي وفعل جمالي